السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي القناة الاوفية شكرا على المتابعة وعلى اتقا ديالكم في القناة ديالنا اذا عنا اليوم تقوم تشخيصي ديالمادات الرياضيات هذا النموذج التاني اذا هنخلي لكم في اسفل الفيديو وكذلك على صفحة الفيسبوك و هنخلي لكم الرابط اللي في جميع الدروس لدرنا وتقوم تشخيصية لدرنا ديال الاولى اعدادي اللي هنتمنوته هو ان شاء الله يفيدكم هاد سنة كما فادكم في السنة الماضية في المستوى السادس ابتدائي اذا عن خدمه هاد تقوم تشخيصي هاد ان شاء الله نبدو راه هالاسئلة يعني مكتوبين بالعربية و بالفرنسية باش تستأنسوا يعني هادا كالسئناس يعني غاي خليكم تنتقلوا تدريجيا من اللغة العربية اللغة الفرنسية اذا كالكولي غاتحسب هاد يعني العمليات بسيطة عمليات جمع عمليات الطرح و عمليات ضرب اذا فقط عمليات الجمع هنا يعني عدد عشرية يكفي انك تحط الفاصيلة تحت الفاصيلة هذا هو المهم اذا هنا مكينش حاجة صعيبة فاصيلة تحت الفاصيلة وكاتحسب اذا مشيش حاجة صعيبة هنا عشرة هنا اربعة هنا ثمانية هنا عشرة هنا نجوش اذا ميتين وثمانية فاصيلة اربعة او ميتين وثمانية فاصيلة اربعين لان هذه الفاصيلة يعني ذلك الصيفر ليس ضرورا نكتبوه هنا بالنسبة لعملية الطرح نفس الشيء اذا ميتين هنا 47 فاصيلة خمسة نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة هي الأولى ثم نحط 31 فاصيلة 25 فاصيلة الحاجة اللي مهمة في عملية الطرح كما كنت نوصيكم في سنة اللي جادت كتقدو الارقام بعد الفاصيلة هنا عندوجه الارقام هنا يكون عندوجه الارقام كنكمل بالصيفر كما تريد اضافة تلقى فوقها ستضع لم يكن البحث تلفل لا يمكن البحث نضع اضافة 1.1.11.55 5.3.1.6.7.7.1.5 4.3.1 6.25 اضافة 15.7 الساعات بعضك ذلك العملية الضرب نقوم بها عادية نحط الفاصيلة 3 في 7 و 21 3 في 5 و 15 و 17 3 في 1 و 3 و 1 و 4 نضع النقطة هنا لانا نتقل العشرات او مش العشرات هنا نتقل الوحدات لانا هنا بديت في الأعشر 8 في 8 في 7 6 و 50 8 في 45 و ال 5 في 45 8 في 1 و 4 و 12 1 13 10 3 1 1 1 130 31 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 افكتور ديفيزيون اوكليديان سويفانت اذا 21.5 نقسمها الى خمسة مليك يكون عندك الفاصيلة هنا في المقسوم ما كتحتاج تحييضها مليك تكون في المقسوم عليها اذا ناخده غير رقم واحد لانه كافينا هنا هنا رقم واحد ناخده رقم واحد تستشحل فيها من خمسة فيها واحد واحد خمسة الباقي واحد نهبت الواحد تستشحل فيها من خمسة فيها جوجوج في خمسة عشرة الباقي واحد نهبت دابا الجزء العشري اللي هي الخمسة نحط الفاصيلة خمسة حلفية من خمسة فيها ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة الباقي صفر اذا الان سنكمل هاد المتساوية ديال القسمة مقسومة على خمسة هي ماذا؟ هي خمسة هي المقسوم علي في الخارج في اتناش فاصيلة ثلاثة ارتب الاعداد العشرية التالية ترتيبا تزايدين من الذي نريد نريد نورة من النامج السيمون ان نرى الجزء الصحيح ترتيبا حسنا من النامج الان جزء العشري هو 8.34 هو الصغير هنا سنعرف فى الجزء الصحي فلسف الهواتف فلسف الهواتف لنكون نقارنها مصدفة لنقوم بالنسبة لي فلسف الهواتف اعجب لابد المساحة اعداد الكسرية درس الثاني في الرياضيات هو درس الاعداد الكسرية لا تخافوش من طروس زيال الرياضيات راهم بساطوا ما يخلعوكم شدوك الاعداد النسبية را نقرروا حد اعداد نسبية فيهم الناقص مع شنو سهلين هدوك الاعداد النسبية يكفي انك الضبط القواعد ديالهم ان شاء الله كل شيء رادي يكون مزيان هنا لهما نفس المقام لن يكفي ان نجمع البسطين تساوي خمسة زائد جوز سبعة والمقام ثلاثة هنا كذلك نفس المقام يكفي ان نطرح البسط ما البسط ستجينا سبعة ناقص واحد هي ستة على عشر هنا ممكن نختازل بالجور ستجينا ثلاثة على خمسة هنا لدي مقامان مختلفة اذا ملكي كل المقامات مختلفة عندي ثلاثة الحالة اما احدهما مضاعف للاخر ولا لديهما مضاعف اصغر مشترك او لما بيناتهم حتى علاقة ولم تبعين معنا من ذاك العام راكين فيديو على القناة فيه كيف احسق نستخدم المقامات يعني طريقة نستخدم تضبطها فيها ثلاثة الحالة ولم يكون ذلك بالمشكلة نحاول نستخدم الرابط كذلك نستخدم تقوم بكي يختاز المقامات يعني تدرجني العامة أحدهما مضاعف للآخر يعني 15 مضاعف ثلاثة يعني ثلاثة ممكن تولي خمستاش ليس بالضرورة نضرب خمستاش في ثلاثة ويكبر لي العدد لا نلاحظ أن ثلاثة ممكن تضاعف وتولي خمستاش إلا ضربتها في ماذا؟ إلا ضربتها في خمسة إلا نخصني البس نضربه في خمسة والمقام نضربه في خمسة ممكنش نضرب واحد فيهم ونواحد نخلي إلا هما مرتبطن بعضياتهم في المام شهادك ينشي نقص على نفس العدد بجوج ونضربه في نفس العدد إلا سبعة في خمسة خمسة وثلاثة وثلاثة في خمسة خمستاش ناقص واحد على خمستاش إلا هما وحدنا له المقامات لما نضرب المقام في المقام يكفي أن نغير هذا العدد لن أحده العدد آخر يساوي كي نضرب عدد آخر يساويه بالضرب في نفس العدد نضرب جدًا إلى مقام ناقص 1 على 15. إذن ستعطيني 34 على 15. سنجل هنا بالنسبة للضرب سهل بسط في البسط في المقام في المقام جوج في جوج 4 و 3 و 5 و 15. سنجل هنا للإجزارسيس الثاني. سنجل هنا. سنجل هنا انضاف القواسيم الخاص بكم. سنجد الحقيقة سنجل من 1. سنجل سنجل من 1. سنجل هنا. سنجل هناك قسمة على 18. سنجل هناك قسمة على 2. نعم 18 هي جوج في تسعود 18 هل تقبل القسم على ثلاثة نعم هي ثلاثة في ستة 18 18 وشتك تقبل القسم على أربعة لا لأن هذا اللي مع الاثنان مشي زوجي وردت لكم فيديو مفاصل على هاد القواسم اه قلنا ربعة لا الخمسة لا لأن هنا يما عنديش سفر أو خمسة ستة ها هي ستة انفوكا واحد القاسم كي تعود كان نعرف هادو هما القواسم نيكينين الواحد والجوج وثلاثة وستة وتسعود وثمانتاش هادو هما القواسم ديو التمانية عشر اذا عندنا الواحد والجوج وثلاثة وستة وتسعود وثمانتاش كومبليت لطابلو بار اكس دون الكاس كي كنوين كون دون ستة اكزمبل يعني هالعداد هال يقبل القسمة قابليت القسمة هوا درس كان في الخامس عندكم وكانت السادس وكين ما زالي باقي ما ضابطوش كذلك كانت ذاك العام حطيت فيديو باش تضبطوه هنخليه ليكم تهوا في اسفل الفيديو اذا ستة تقبل القسمة على اتنان معروفة سهل تقبل القسمة على خمسة لا سهل تقبل القسمة على تسعال مية وخمستاش وش كتقبل القسمة على جوج لا باش عرفتها لان ليس عددا زوجيا هادو رقم الواحدات مشي زوجي وش كتقبل القسمة على خمسة نعم علاش لان رقم الواحدات خمسة في خمسة الى كان رقم الواحدات في خمسة او صفر فهو يقبل القسمة على خمسة هل يقبل القسمة على تسعة باش كنعرف انه حد العدد يقبل القسمة على تسعة سنجمع مجموع الارقام ويعطني اما تسعة اما مضاعف من مضاعفات تسعة يعني مجموع الارقام يكون سعود ولا تمنطاش ولا يعني من مضاعفات تسعة غنجمع 5 6 7 ليس من مضاعفة 9 السوء 30 هل يقبل القسم على 2 نعم علاش لأنه استزوجي هل يقبل القسم على 5 لا لأنه في الوحدات ما عندهش صفر أو 5 هل يقبل القسم على 9 نعم جمع الأرقام السوء 3 تسعود إذن فهو يقبل القسم على 9 عن جيل 90 هل يقبل القسم على 2 نعم لأنه الصفر زوجي هل يقبل القسم على 5 نعم نقص 81 إذن 8 واخر نكملوا هذه هل يقبل القسم على 5 إذا ركنا نجد أن التنسب إذا كنت صنف مهم ، يجب أن نخدم الإجابة لذكر أن نحن نظام الانphere التنسب سلتم إفترضه جدول للتناسب ويجب أن نقوم بحاجة ونحن نقوم بالفجراء في نفس العدد أو كنقسم في نفس العدد سوف ننجح ثلاثة باش عطيتني 21 ضربت في 7 7 في 3 و 21 5 باش ضربتها باش أعطني 15 ضربتها تهية في 3 5 في 3 مش تهية نظام المهدي ضربتها في 7 باش نتاقت هنا ضربت في 7 وهنا ضربت في 3 وهنا ضربت في جوج إذن هنا ما عنديش واحد المعامل ديال التناسبية اللي ثابت هنا ما عنديش أصلا معامل تناسبية هنا كنشوف 14 كيفاش ولات 7 إذن قسمتها على جوج الجوج كيفاش ولات 1 قسمتها على جوج 18 كيفاش ولات 9 قسمتها على جوج إذن عندهم نفس معامل التناسب إذن جدول التناسبية هنا هو هو ب جدول التناسبية هو ب ولا هو إذن يعني كنقسم على إذن مسألة 8 كتاب الرياضيات هو 25 درهم نخفضة 8 كتاب الرياضيات ما هو التناسبية الجديد لكتاب الرياضيات elevated يعني angeast à الإذن متخفضة 20% كيف الشaltresية الليلة كيف شكوش iendo نفس قسمتها ما هو هنا يا مو hear إنه Queه يعني ما هو إذن هنا هنو ي Entwickpop يعني nuestro 25 في 20 على 100 25 في 20 على 100 نختازل بالأصفر 25 في جوج 50 50 على 10 50 على 100 25 50 50 50 50 50 50 نقص 5 دراهم نقص 5 دراهم نقص 5 دراهم نقص 4 دراهم نقص 5 دراهم نقص 5 دراهم نرسم القطر الأول في 4 سنتيمات نجد المنتصف لأن القطران يطلقون في المنتصف نضيف القطر من القطر نضيف اضيف شجوج نضيف شجوج نضيف شجوج مربع ثلاثة المربع ثلاثة المربع ثلاثة المربع ثلاثة المربع هذا هو معين ثلاثة المربع 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 نضيف الزاوية نضيف الزاوية نضيف خمسين نضيف الزاوية يساعدك يجب أن يكون هناك سنتيمونس يجب أن يكون هناك سنتيمونس نحن نضيف سنتيمونس نضيف سنتيمونس سنتيمونس هناك 50 دراجة سنقوم بسد الموتل سنقوم بسرعة الموتلة و نضيف سنتيمونس أبلغ الموتل حيث يوجد مؤشر سنتيمونس 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 او 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 مربع بالقناة او افنا هي ستفربعة. أربعة وشين هنا. غير للتذكير هنا بالسنتيمتر مربع. هنا المساحة ستكون بالسنتيمتر مربع. والمحيط هنا بالسنتيمتر. A B C فهو متلت. A B C. ولا E E. عفوان. E B C لانا كيبالية القطر للاخر ما كنش. E B C فهو متلت. المساحة هي القاعدة في الارتفاء على إثنان. B في H على إثنان. نعم في القاعدة. القاعدة هي هذه ولا هي هذه. مهم إما هذه قاعدة وهذه ارتفاء وهذا ارتفاء وهذا قاعدة المهم المهم الذي متعامدين واحد فيهم قاعدة واحد فيهم ارتفاء إذا تمانية بستة على جوج بالسنتيمتر المربع. القاعدة في الارتفاع على جوج. بالنسبة للمحيط هو الضلع زائد الضلع السي زائد السي واحد زائد السي جوج زائد السي ثلاثة. الضلع اللول في تمانية زائد الضلع الثاني في ستة زائد الثالث في عشرة. هنشوف دباء او بي سي اف. او بي سي اف. او بي سي اف هو مستطيلة. هنحسبوه بنفس القاعدة. اذا المساحة ليالو هي الطول في العرض ثمانية فستة. هذا هي ثمانية زائد ستة في اثنان. طول زائد العرض في اثنان. وكان هذا هو تقوم تخيصي النموذج جاني في الرياضيات. اذا تتمنى تكونوا سافتون. انتلقى ان شاء الله مع تقاويم اخرى.